والسؤال دين التبزم والحوار بلا جدال فيه الطاوى الصدق في الأمور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاديه حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بحضراتكم على قناة الصحة والجمال في برنامج هذا ديننا نعيش إن شاء الله عز وجل في هذه الضقائق المعدودة مع عنوان واقترب الرحيل اقترب الرحيل نتحدث فيه عن اقتراب وداعي شهر رمضان المبارك كنا منذ أيام قليلة نستقبل شهر رمضان ونتكلم ونقول كيف نستقبل شهر رمضان وبأي شيء نستعد لاستقبال هذا الشهر وها نحن الآن نستعد لوداعي شهر رمضان ولكن قبل أن أبدأ في موضوعنا يعني نبه إخواننا الأفاضل القائمين على القناة بأن الأستاذة ميادة عبد المنعم ولها طفل تغيب منذ أربع أيام وهي من كفر السوركي كفر سكر محافظة الشرقية كفر السوركي تبع كفر سكر محافظة الشرقية من يستدل عليها يتصل على الرقم الموجود على الشاشة أمام حضراتكم وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس نتحدث بحول الله عز وجل في موضوع حلقاتنا هذه عن واقترب الرحيل اقترب رحيل شهر رمضان المبارك بعض الناس يقول أنا لم أحسن عبادة الشهر من البداية يعني هو الآن يقول أشعر أنني قصرت في شهر رمضان أشعر بأن الشهر قد انتهى أغلبه وأنا لم أدرك شيئا ولم أفعل شيئا وكنت مخطط لأشياء أستطيع أن أقوم بها في شهر رمضان ولم أستطع ماذا أفعل؟ أقول لك أيها الحبيب العبرة بالخواتيم العبرة بالخواتيم ركز في نهاية الشهر أفضل هذا الشهر هو آخره ختامه مسك تركز في نهاية شهر رمضان قال الإمام بن تيمية رحمه الله العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات يعني البداية عندك فيها نقص تجاهل هذا النقص تجاهل هذا النقص ولا تنظر إليه وركز في نهاية الشهر انظر إلى ما تبقى لك من شهر رمضان ماذا ستفعل فيه؟ ماذا ستقدم لربك سبحانه وتعالى فيه؟ قال الإمام بن الجوز رحمه الله لا تكن الخيل أفضل منك يعني أزكى منك إن الخيلة إن الخيلة إذا تجاوزت البدايات أو إذا تقاربت من نهاية جريها أسرعت يعني الخيل حينما تجري حينما تقترب على نهاية صباقها تسرع فكن أنتك الخيل ولا تكن الخيل أفضل منك يعني إيه كلام دعم الشيخ وضح لنا يعني خليك في شهر رمضان في هذه الأيام المتبقية من شهر رمضان اللي العشر الأواخر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها يشد مئزره صلى الله عليه وسلم ويعتكف صلى الله عليه وسلم ويحيي ليله صلى الله عليه وسلم لدرجة أن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول لنبينا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذا علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول قال يا عائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنه إلزم هذا الدعاء في هذه الليالي وهذه الأيام إلزم هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنه لا يفطر لسانك عنه طيب في نقص حصل في بداية الشهر في علو الهمة بتاعتي ما بقيتش عالية زي بداية الشهر لتعلو همتك في نهاية الشهر الفضيل بن عياض رحمه الله لقي رجلا فقال له كم عمرك قال له ستون عاما قال له منذ ستين عاما وأنت تسير إلى الله أو شكت من الوصول فقال الرجل إنا لله وإنا إليه رجعون قال أتعلم معناها قال أعلم أني لله عبد وأني إليه راجع قال من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف بين يدي الله ومن علم أنه موقوف بين يدي الله فليعلم أنه مسؤول فالراجل بعد الشاهد بتاعنا الراجل قال للفضيل يا أبا علي وما الحيلة إيه النجاح يعني قال إن أحسنت فيما بقي غفر لك ما مضى إن أحسنت فيما بقي غفر لك ما مضى وإن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى وما بقى يبقى عنواننا النهاردة اقترب الرحيل آه رحيل شهر رمضان أرب أفضل أيام شهر رمضان هي الأيام العشر الأواخر اغتنمها لا تجعل هذه الأيام تمر كالأيام التي مرت عليك يعني ينفع يا عم الشيخ أتدارك اللي فاتني طبعا طب أنا أسرت شوية في الورد القرآني بتاعي ينفع أتداركه طبعا طب أنا كنت مأسر شوية علشان المساجد مأفولة وبصلك يا مليل مع نفسي في البيت فأحيانا بحس إن أنا كنت مكسل اوعى تكسل الأيام دي اوعى تكسل الأيام دي الأيام دي ما ينفعش تكسل فيها أبدا اجعل همتك رضى ربنا سبحانه وتعالى والفردوس الأعلى بعض السلف كان بيقول ليه كان أول ما يلاقي نفسه تعب كده يقول والله يا نفس لا أجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستأثرون بالجنة سوانا اللهم يعني بيقول لي النفس وبيكلم نفسه أنا لازم أسابق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على الجنة كل ما تلاقي نفسك فطرت أو كسلت اه افتكر أني أنت هتكون مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تلاقي نفسك هتكسل أو هتفطر افتكر أني أنت هتكون مع الصحابة كل ما تفتكر نفسك كل ما ترأوضك نفسك على الكسل افتكر أني أنت هتكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة سيدنا أنس بن النضر سيدنا أنس بن النضر فاتته غزوة بدر فاتته غزوة بدر فطبعا زعل زعل شديد جدا فكان منتظر أي غزوة يغزوها الرسول صلى الله عليه وسلم ويري لله عز وجل صدق نيته فكانت غزوة أحد فلما بدأت غزوة أحد سيدنا أنس بن النضر كان في المدينة فعلم أن الصحابة يغزون فذهب إلى الصحابة رضوان الله عليهم وهو يقول اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني الصحابة ما قالوا ليش وأبرأوا إليك مما صنع هؤلاء أي المشركين ودخل غزوة أحد يا جماعة ولأ مجموعة من الصحابة أحدين كان شيع خبر كاذب أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وهو كان سيدنا مصعب ابن عمير لأنه كان شابه سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال وما تصنعون شو بقى كلام أنس بن النضر قال وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن النضر بث روح المعنوية في الصحابة بث فيهم روح المعنوية والقوة فآموا فعلا يقتلوا تاني من أول وجديد لما دخل سيدنا أنس بن النضر في النهاية أنس بن النضر وجد مقتولا شهيدا رضي الله عنه وأرضاه به بضع وثمانون ضربة برمح وسيف وسه لم تعرفه أخته إلا من بنانه يعني من أطراف صوابعه من أطراف أصابعه لم تعرفه أخته إلا من أطراف الأصابع لماذا؟ لأنه صدق الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر الصدق يا جماعة أن الواحد يكون عنده صدق مع الله عز وجل في الأقوال وفي الأعمال عنده صدق مع الله عز وجل في قيام الليل عنده صدق مع الله عز وجل في الصيام عنده صدق مع الله عز وجل في ترك شهادة الزور عنده صدق مع الله عز وجل في بره لوالديه عنده صدق مع الله عز وجل في جميع أحواله هو ده لذلك لما قل لك حاول تتعب نفسك الفترة دي في الأيام المتبقية من شهر رمضان آه حاول لن تنال الراحة بالراحة لن تنال الراحة بالراحة قلل من نومك حاول تغتنم هذه الأوقات حاول تغتنم وقت التنزل الإلهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل كل ليلة وينادي هل من داع يدعوني فأستجيب له هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له هل من سائل يسألني فأعطيه طب انت فين بقى عم بالحق اصحى دي أيام ربنا سبحانه وتعالى قال عنها أياما معدودات وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تسابق اجعل لنفسك داعية إلى الخير اجعل لنفسك صاحبا يقودك إلى الجنة دايما كده أول ما تلاقي نفسك كسلت قول يا نفس لا تكسلي يا نفس هي أيام وستمر يا نفس اجتهدي اقتربت الجنة يا نفس اقترب لقاء الله عز وجل هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر جماعة كان بيعمل ايه؟ كان يحيي ليله عارف يعني يحيي ليله؟ بنامشي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر ليلة هي خير من ألف شهر ناس كتير دلوقتي من الأموات لو جيت سألته تتمنى ايه؟ يقول لك اتمنى ارجع للدنيا علشان اعيش الليلة دي يا سلام اتمنى بس ارجع للدنيا اعيش الليلة دي ليلة القدر ليلة القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنها خير من ألف شهر خير من ألف شهر في الصيام والقيام وكرأة الكرآن اوعى تغفل اوعى تغفل بالله عليك الأيام دي يا أمي يا أبي يا أيها الأحبة أيها الأخ اللبيب إياك أن تغفل عن هذه الساعات أفضل الأوقات هذه الأوقات التي نحياها الآن طيب بعض الناس يقول أنا كنت باجي في المسجد واعتكف اعمل اعتكف في بيتك على كتاب الله اعتكف في بيتك على الكرآن اعتكف أنت وأولادك على كراءة الكرآن اوعى تضيع الأوآد دي والله العظيم يا جماعة هذه الساعات فرصة لم تعوض لم تعوض أبدا السلف رضوان الله عليهم لما كان بيدخل شهر رمضان عليهم كانوا يوقفوا مدارسة الكتب ويتفرغون للقرآن فقط فقط الوقت دا للقرآن الوقت دا للقيام الليل الوقت دا للدعاء ادعي ربنا واحد مريد أسأل الله أن يشفي كل مرضى المسلمين يا رب يشفي كل مريد مسلم واحد مريد لفع على جميع الأطباء في الأوآد دي ادعي ربنا يا رب أنت الطبيب يا رب أنت من خلقت هذا الداء ولا يستطيع على رفع هذا الداء إلا أنت ادعي في الساعات دي النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم قال والصائم حين يفطر ادعي ربنا سبحانه وتعالى واحد مديون علي دين كبير مش قادر ادعي ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى يقضي عنك الدين الصحابي الجليل لما النبي صلى الله عليه وسلم لأهمهموم محزون ماذا علمه النبي قال قول اللهم إني أعوذ بك من الهم احفظ معايا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال علموا النبي عليه الصلاة والسلام إزاي بقلبه مرتبط بربنا سبحانه وتعالى طيب يا جماعة الخير لو إحنا قلبنا مرتبطتش بربنا سبحانه وتعالى بالله عليكم في الأوقات اللي إحنا فيها دي إم تقلبنا هترتبط بربنا أفضل أوقات تحياها هي هذه الأوقات فإياك أن تكسر في طاعة الله عز وجل في هذه الساعات أعمل إيه عم الشيخ؟ القرآن مصحفك معاك اكتهد اقرأ اقرأ القرآن القرآن يشفع لك عند الرحيم الرحمن قال نبينا العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه انت عارف يعني إيه شفيعا لأصحابه؟ يعني هيجي لك يشفع لك يعني يقول يا رب شفعني فيه وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يشفع لك الصيام الصيام يقول يا رب منعته الطعام والشراب والشهوة يا رب إنما فعل ذلك لأجلك يا رب فشفعني فيه فيشفع ويقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل يا رب كان يستطيع أن ينام وترك النوم من أجل أن يقرأ كتابك يا رب من أجل أن يقرأ كلامك يا رب يا رب شفعني فيه يطلب القرآن من ربنا سبحانه وتعالى أن يشفع فيك أنت قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان آه بالله عليك كم تساوي كم تساوي أن القرآن يشفع لك عند ربنا كم تساوي أن الصيام يشفع لك عند ربنا سبحانه وتعالى يبقى إياك أن تقصر قراءة القرآن اكتهد في قراءة القرآن في ليلك وفي نهارك قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من حديث عبدالله مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف ثلاث أحرف ثلاثين حسنة والله يضاعف لمن يشاء فبالله عليك حتى موضوع الصوم أو عبادة الصوم كما قلنا في اللقاء الماضي الله عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ربنا سبحانه وتعالى لم يحدد لك الثواب لم يحدد لك نظير عملك ما هو ثوابك لماذا لأن ثوابك عظيم لا يعلم قدره إلا الله عز وجل تجاهد نفسك قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا جاهد نفسه بالطاعة جاهد نفسه على ترك الحرام جاهد نفسه على ترك المباحات المباحات اللي متاحة ليه تركها لله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا الله عز وجل يهديك إلى سواء السبيل يهديك إلى صراط الله المستقيم بعض الناس بيزعل من كلمة الهداية تيجي تقول له دعي لي يا عم الشيخ قولك ربنا يهديك قولك يا عم الشيخ هو أنا عملت يا عشان تقول له ربنا يهديك ده نعمة الهداية دي عظيمة جدا نعمة كبيرة جدا لا يعرف قدرها إلا من فقدها لذلك لما يكون واحد بعيد عن ربنا ويرجع لطريق ربنا يقول لك يا سلام دي نعمة الهداية دي نعمة عظيمة جدا فقال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين ولما ربنا يرزقك مرتبة الإحسان بقى إيه يا مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك معنا اتصال إيه أستاذ وائل اتفضل إزايك الشيخ محمد السلام عليكم عليكم السلام أكبر كاتب إزايك الشيخ محمد عامل ايه يا مرحبا الشيخ وائل إزايك حضرتك عامل ايه الله يكرمك والله شكرا نحن بكون سعادة جدا وإحنا شايفينك والله ومستفيد من علمك والله السؤال الثاني معلش وضح الصوت أكثر أستاذ وائل سأقول له حضرتك كان عندي سوائل اتفضل السامح حضرتك كنت عايز عارف علامات ليلة القادر علامات ليلة القادر ству established هجاوب حضرتك حاضر إليه أستاذ أحمد معنا السلام عليكم وعليكم السلام على بركاته إزاك الشيخ محمد عامل ايه الله يكرمك أستاذ أحمد معاك أحمد حسن يا مرحبا أستاذ أحمد يا مرحبا أستاذ أحمد إزاك الشيخ محمد نوع الشاشة الله إتصالك أسعدنا أستاذ أحمد الله يخليك أنا فيه استفساري عندي بس يا شيخ محمد بعد ذلك دلوقتي الزكاة الزكاة طبعا ليها يعني فيه أكتر من مكان الواحد ممكن يودي فيه زكاة سواء المسجد أو المؤسسات الخائبية إيه الحاجة اللي هي تكون أفضل أو أضمن بحيث أن أنت تتبقى عرف أن الزكاة راحة في مكانها المظلوط ده بالنسبة لزكاة الفطر اللي هي خاصة في شهر رمضان يا سيد أحمد صح؟ أو الزكاة بشكل عام يا شيخ محمد الزكاة بشكل عام دلوقتي وبنتكلم بزكاة بشكل عام تمام 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 إيه هو المكان الأفضل اللي أنا أحط فيه الزكاة تمام تمام هجاوب حضرتك حاضر لو استاذ أحمد معنا أيوة اتفضل كلم عليكم يا شيخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل السنة وحضرتك صحيح وحضرتك بالصحة وسلامة أنا عايز والله أتكلم في النقطة اتفضل أول نقطة يعني مواقع التواصل الاجتماعي تمام آآ موضوع الشماتة في المرض اللي نشوفه عن نقطة النهاردة الشماتة في المرض إن حد نشمد في حد مريض يعني أيوة يعني اللي بيظهر النهاردة على مواقع التواصل الاجتماعي لو حد وصل مثلا بكورونا في الحكومة في غيره يلاقي الناس نازل عن نقطة يعني ما شاء الله يعني آآ موضوع الشماتة ده عادرتك برضه عايزك تكيينه يعني أنه ما ينفعش أنه يحطل عنك والسؤال الثاني السؤال الثاني حضرتك بالنسبة ليه العقيقة ينفع بالنسبة على لقيقة البنت وكذا تمام ينفع أن تلحى مثلا لحوم أو فلوس وأنه لازم بكه وأكل وكذا تمام بالنسبة للعقيقة تمام تمام هجاوب حضرتك حاضر معنا أستاذ إبراهيم وعليكم السلام وحمد الله بركاته أنا سامح حضرتك تمام تمام طيب يعني الله ما صلع سيدنا محمد إحنا يا جماعة كنا بنتكلم على موضوع الاقتراب رحيل شهر رمضان خلاص وأن الشهر يعني فرصة لم تعوض فجلنا سؤال جميل جدا من الأستاذ وائل بيقول علامات ليلة القدر آه من حكمة ربنا جماعة بل من فضله أن ربنا سبحانه وتعالى أخفى عنا ليلة القدر لأن لو ليلة القدر محددة أو معلومة كان في بعض الناس آه النهاردة ليلة القدر خلاص مش هتلاقي بيصلى ليلة القدر لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال التميسوها إيه في العشر الأواخر طيب معنا ربست زموحي اتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أبو أنس أتصالك يا شيخ محمد يا مرحبا أبو أنس منور الشاشة يا شيخ محمد ده اتصالك نورنا يا أبو أنس والله ما يحرمنا منك يا رب مش هطول عليك ربنا يحفظ والله يباري فيك يا شيخ محمد سؤال بس عشان الفطرة هو السؤال نعم إنه لو يعني غير التمر أو كذا ينفع مثلا البوقليات الحمص الزراء البشارية ولا السكر ما ينفع عشان نوناه سباحة بحتاجها بالنسبة لزكاة الفطر صح كده يوصح والسؤال الثاني يا شيخ محمد زي أنا أختي في سوريا مثلا تبقى محتاجة ينفع مثلا أديها للفطرة هي هناك تشتريها وتستخدمها ونبعاتها فلوس يعني أحسن من هنا تمام تمام أجاوب حضرتك يا أبو أنس شيخ محمد ربنا ما يحرمنا منك جديدك من فضل ونعيمه نزاك الله خير أسعدتنا باتصالك السلام حبيب شكرا رعاية الله ما هنطلت صلاة تاني ولا تمام فهو بيسأل الأستذوائل عن علامات ليلة القدر فقلنا يا جماعا من حكمة ربنا سبحانه وتعالى أنه أخفى عنا ليلة القدر النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في العشر الأواخر يبقى عندك برضه حيز العشر تيام الأواخر من شهر رمضان فيهم ليلة القدر لها علامات قال العلماء لها علامات أن هذه الليلة تكون صافية وأن الشمس في صبيحتها تختلف عن أي يوم يعني طرى الشمس ليس لها شعاع كبقية الأيام وهذه كثير من أهل العلم ذكرها ولكن هناك أشياء أخرى تقال أنها ليس فيها نباح كلاب ولكن هذه الأشياء لم ترد في السنة ولكن أن هذه الليلة تكون صافية نظرا لتنزل الملائكة تكون هادئة ليلة طيبة والشمس يعني أبرز علامة من علامات يا أستاذ وائل إن الشمس فيها تكون صافية وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي علمه لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو احفظ الدعاء ده ما تنسهوش الزم هذا الدعاء في العشر الأواخر من شهر رمضان تمام الأستاذ أحمد حسن بيسأل على موضوع الزكاة أخرج الزكاة فين؟ بالنسبة للزكاة بشكل عام اللي هي زكاة المال قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلثة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل كل دي بنود الزكاة فإنت أي وجه من هذه الوجوه تخرج فيه الزكاة تخرج فيه الزكاة اللي هي المال خلاص؟ طيب إيه المصدر الموسوك؟ أنت تتحرى أستاذ أحمد أن أنت تصل لمن يستحق فعلا الزكاة تتحرى المكان الصحيح والشخص المناسب الذي تعطيه الزكاة طيب لو ليه حد قريبي فقير هنا تكون زكاة وصلة يعني ليه أخ ليه أخت ينفع أديها زكاة المال لو هي محتاجة آه ينفع وتكون زكاة وصلة رحم في نفس الوقت وبالنسبة لزكاة بالنسبة لزكاة الفطر اللي هو السؤال اللي سألوا أخونا أبو أنس أستاذ موحي من السعودية أسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ أهل الشام بيسأل ينفع زكاة الفطر تخرج إيه؟ تخرج حبوب زي ما قال العلماء والإمام أبو حنيفة قال تخرج إيه؟ تخرج مال ولكن الجمهور على أنها تخرج حبوب من طعام أهل البلد المعتاد طعام أهل البلد المعتاد مثلا أرز يبقى تخرج إيه؟ تخرج أرز طعام أهل البلد المعتاد بيخرجه بر اللي هو أمح يخرج إيه؟ يخرج قمح ينفع أدي الزكاة لأختي اللي موجودة في سوريا آه ينفع ينفع أبو أنس أني أنت تخرج الزكاة لها طيب بالنسبة للأستاذ أحمد اللي كان بيسأل على بيقول أنه بيحصل في مواقع الاتصال التواصل الاجتماعي شماتة في من يصابون بالكورونا وطبعا يعني الأمر مش محتاج شماتة جماعة نحن معرضون لهذا الأمر أي واحد معرض أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوه فما ينفعش شماتة ولا حاجة أنا بل بالعكس أطلب الدعاء أطلب الدعاء وأدعو الله عز وجل أن يعافي هذا المريض وأن يحفظني ويحفظ أهلي فليس هناك شماتة في هذا الأمر الأستاذ هاجر معنا اتصال معنا أستاذ هاجر عليكم السلام الصوت بعيد يا أستاذ هاجر وعليكم السلام ورحمة الله أنت ممكن تسمعيني من التلفون مش بالتلفزيون ماشي وبرضه كان بيسأل أستاذ أحمد على موضوع العقيقة بيقول لازم في العقيقة الزبح آه لازم في العقيقة الزبح خلاص لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود مرهون بدم عقيقته والعبرة في الزبح أيها الأحبة أن عبادة هذه عبادة نسك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يبقى بالنسبة للموضوع العقيقة لازم تكون ذبح ليس مالا يخرجوا أم مين؟ أم أم مسلم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم إتفضلي أم علي السلام عليكم وعليكم السلام إتفضلي إسمعني من التليفون إيساة حرفتك يا صريفك كل Student الحمد بم وحضرك طيبة بقول حرفتك بالنسبة للتزوق الطعام هل هو بليس بالسيوم ولا لا وبالنسبة مثلا في حاجة مثلا زي الشطل اللي هي اتباه على الرائع دي انا انا حفيتها مصبوء ايه بس انا مش عارفها هي تفتر ولا لا في سؤال تاني اللي وصلا عليكم عليكم السلام ورحمة الله اللي يحفظك الحمد لله رب العالمين كل عام انت طي وحضرتك بالصحب السلام يا مرحبا يا مرحبا بالأستاذ البرهين كلان يا مرحبا الله يحفظك ربنا يعودنا المساجدنا قريبا بالجد ان هي جابت حضرتك عشان نتمعك والله لان احنا محرومين منك في رمضان ربنا يحفظك وشكرين جدا عشان محمد وفقك الله يا رب ربنا يبارك فيك ويفرج عنا وعنك وعن جميع المسلمين شكرا الله يحفظك يا فرمي الأستاذ قبال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شكرا شكرا وحضرتك بالصحة وسلامة أنا شكرا عندي سؤالين السؤال الأول أنا عندي يعني عندي حسد أو عندي يعني وثاوث سنية وكده لما لأني عني حاجة أعمل صدقة أو كده أو أعمل أي عمل فيه يعني أحس إن أنا مش مبسوطة منه أو النية يعني بسرعة أحس إن أنا بجاهد في النية يعني والعبادة تجيلي خالصة عليه كده الصلاة أو كده يعني تمام وفضل أجد ده جد السنية وجاهد نفسه يحس بصدقة شديدة لما أعمل صدقة بكون مضغوطة نفسية فمش عارس هل ده حسد ولا لأ حاضر في حاجة غير كده بسوزة أكبال السؤال الثاني أه إزاي الواحدة تتصدق من وراء زوجها لو هو بخيل تمام وشب الصدقة فيك بعودة تتصدق يعني فهو بيكون بخيل حاضر يعني أعرف الحاجة دي كده حاضر حاضر معانا اتصل تاني السلام عليكم أنا مستعمة يا أبي السلام عليكم ألو أيوة ممكن يكلم الشيء اتفضل الشيخ معاك اتفضل ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله احنا بنحب حضرتك أوي يا سيء الله يحفظك كنت عاوز أقول لحضرتك لو أنا ممت لو أنا ممت وحق مش متعلمة وكده مش متعلمة وبتصل بالفتحة ومعادي تمام 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 يا أستاذ أفرح وفي حاجة كمان احنا كل سنة بنعمل ما إيه ده بس السنة دي مش عارفين نعمل ساعة مننا وجبات وحرقناها على السيء تمام تمام حاضر هجاوزك عاوزك ترد علي يا برح دلوقت حالا هرد عليك حاضر حاضر في اتصال تاني وعايزت بتحية الأهل البحيرة كله وتحية الأهل البحيرة وكل أهل البحيرة وكل مصر وربنا يحفظ ربنا يحفظ مصر وأهل البحيرة خاصة يا ستي الأستاذة هاجل أيها السلام عليكم عليكم السلام وحضر الله بركاته ازاك يا شيخ كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك بالصحة وسلامة بقول لحضرتك يا دكتور يا شيخ ما ما عايزك تدعيل بأمان عليك وما في قربش هديل أسأل الله أن يفك قربك وأن يكشف همك ودعيلة ربنا يشفلي بنتي ما عندشها ليا وسعبانة دعيلة يا شيخ ربنا يشفى يا رب يشتيها ليك ويحفظها ويكر عينك بيها يا حج هادر الله يخليك يا شيخ شكرا على اتصالك بحرمش رب علي تمام نكمل تمام فالبعد كده كلمنا على معانا مين أم مصطفى أم مصطفى اتصال السلام عليكم أيها حضرت الشيخ اتفضل يا أم مصطفى أيها حضرت الشيخ أنا سامح حضرك اسمعيني من التلفون مش من التلفزيون يا أم مصطفى أنا عايزة يا حضرت الشيخ يعني عايزة دعاء أدعي بيك لأنك الجدر ويكبر من ربك لسه قيلينه الدعاء هو يا أم مصطفى احفظي قولي معايا كده اللهم اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني احفظي الدعاء ده بالنسبة لموضوع الزكاة الفطر زي ما قلنا جماعة أم مسلم كانت بتسأل على موضوع تزوق الطعام في نهار رمضان ينفع تزوق الطعام طالما لم يصل إلى المعدة بس يعني الإنسان يحترز يعني أتزوق الطعام على طرف لساني دون أن يصل الطعام إلى المعدة والأستاذة فرح كانت بتسأل بتقول أمي تصلي بالفاتحة لأنها مش متعلمة هل صلاتها صحيحة طبعا الصلاة صحيحة وليس فيها أي شيء طيب قلنا بنعمل مائدة في شهر رمضان إن شاء الله الشهر القادم بتعمل المائدة والناس يجوا يأكلوا عندك كما كانوا يفعلون فالوجبات تحل مكان المائدة تحل طبعا يعني سددوا وقاربوا فده أمر طيب الأستاذة إقبال كانت بتسأل على موضوع معالجة النية أو مجهدة النية بتقول أنا لما بعمل حاجة عمل خير بحس إن أنا نيتي مصفية بحس بوسواس يقول لي أنت عملت الحاجة دي رياء اطراحي هذه الشكوك خلف ظهرك لا تلتفتي افعل الخير ولا تنظر إلى هذه الوساوس افعل الطاعة وقال بعض السلف ما علكت شيئا أشد علي من نيتي ده حتى السلف رضوان الله عليم كان يقوله كده ما علكت شيئا أشد علي من نيتي النية تتقلب على الإنسان ولكن إن شاء الله عز وجل ربنا يرزقك الإخلاص ينفع التصدق من وراء الزوج ينفع التصدق من وراء الزوج لأن الصدقة دي هتنفعك وهتنفعه ويتنفع أولادك تمام يا جماعة بقى معنا وقتها ديوا السيزنة قدامنا شوي طيب فاللهم صلى على سيدنا محمد هذه الليالي المباركة أيها الأحبة الليالي دي نغتنمها في الأعمال الصالحة التزود من القربات التزود من الطاعات التصدق الدعاء 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 ممكن أفضل أقول الدعاء كده لحد نهاية الحلقة اوعى تغفل عن الدعاء في هذه الليالي شوف أنت محتاج إيه من ربنا سبحانه وتعالى واطلب من ربنا في الليالي المباركة دي شوف أنت محتاج إيه من ربنا أعمل محتاج ربنا يغفر لي تكسف الدعاء يا رب أسألك يا رب في هذه الليالي المباركة أن تغفر لي زنبي يا رب توب علي من هذا الذنب الفلان يا رب يا رب قلبي ضعيف يا رب عند الفتن يا رب ارزقني قلبا سليما قويا يا رب ادعي ربك سبحانه وتعالى بالثبات شوف أنت محتاج إيه من ربنا عندي دين عندي ضيق في الرزق عندي شيء ادعي ربنا سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركة كذلك كسرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما من خير نحن فيه إلا والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا عليه كل خير وكل طاعة إحنا بنعملها وكل عمل صالح إحنا بنعمله الآن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حثنا عليه وهو الذي شجعنا عليه صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولنا عن قومه. انه وليه ذلك والقادر عليه. معنا أستاذ أحمد اتصال. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. حدودك لنا السؤالين مختصرين. اتفضل أستاذ أحمد. حدودك بلوقتي هنا أخ من الأب ودائما ما يعامل أخوات الشهر على باختلاف عن اللي نحن كده. وده يعني بيباد دائما في كل حاجة يبسل الماشي مضبوط وده روح عامل حق. وروح قلب الدنيا تاني على عقبية زي ما كان الأول وأكثر كمان. فطبعا هو كان بيسترع الزكة قدام الزكة فأنا رفضتها. هل علينا وزنه؟ ولو خدت الوزنه أنا أصبح نفسيا من داخلي يعني أنا ربقتي عامل نفسي لأنه باقبت حاجة منه. ظل الظروف اللي أنا أكلم حاجة في حاجة. يعني ديك مثلا هو طبعا عملته متاثرة. وبظل كورونا وما كورونا وكل الأحوال اللي أنتو شاهدتها في بلدنا دية ما سألش علينا ولا ألا انتو عاملنش ولا وحتى بتتلفوه. ما إذن أنه أخوات اللي هم اللي مشوها اللي هو من الأم أمه موجودة. الله بارك لها وأمه أنا متوفي الله أرحمه. مع العلمي كان يكثر وبياخد معاش أبويا مع والدتوها حوالي أربع تلاف دنوه أكتر. وتجر خشب والعملية ما تكثر على الآخر. ولكن دايما ما يتكلم في الشوح. يعني هو بيديك الزكاة وإنت مش عايز تأخده. صح كده؟ أيوا بالضبط. ده السؤال. طب السؤال الثاني يا سيد أحمد. السؤال الثاني معنا شاب كده كنت في الشغل وفائد وفتر يوم وفتر جميل. عايزين عايزين نطلع له كفارة بتاعتهم وإيه اللي نطلعه. يعني هو فقير صح كده؟ لا هو وقني أنت. كنت في الشغل وفائد. آه فقير. فأنت عايز تطلع له كفارت صيام؟ آه كفارت اليومين اللي افتره. تمام. آه ان شاء الله. طيب تمام تمام. هجاو حضرك. الاستاذ خالد. خير. فضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام طيب. وحضرك بالصحة وسلامة. آه الله يضايق فساعدتك. الحمد لله تمام. السؤال الأول مش بدلتك الموضوع الزكاة. الزكاة. أنا بدلتك أعطي حكم الزكاة. على الفرز كامل. وأنا دراسة ما سمعني والأولاد والذكي نتوقع. تمام. تمام. السؤال الثاني. تمام. طيب بالنسبة لأستاذ أحمد. بيقول أخي من أبوي. هو ما بيسألش عني ألا فين وفين. جاء رجل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال له يا رسول الله لي أقارب أصلهم ويقطعون وأحلم عليهم ويجهلون عليهم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ يعني مش وحدة وحدة ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا خطعه الناس وصلهم. ولئن كنت كما تقول كأنك تصفهم المل يعني أنت إيه أنت أفضل منهم تصفهم يعني تضع في فمه الرماض اللي هو رماض النار فإن كنت كما تقول كأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله عز وجل ظهير عليهم ما دمت على ذلك يبقى أنت طالما تصل لله عز وجل لا يضرك سواء هو سأل أو لم يسأل لأنك تسأل وتصل رحمك لله عز وجل وإن أعطاك أمرا وأنت تحتاج إليه خذه من باب يعني اجعل اجعل الصلة دائمة وستأخذ السواب من الله عز وجل بالنسبة لكفارة الصيام بيقول معنا واحد في الشغلة فطر يومين لمرض ينفع إحنا نساعده في كفارة الصيام آه ينفع ينفع هنطلع عن كل يوم مقدار وكبة مجبعة لفرض والأستاذ خالد بيسأل عن مقدار الزكاة مقدار الزكاة في يعني يعني مقدار اثنين كيلو ونصف أرز فعلا زي ما يطلع حسابها عشرين خمسة وعشرين جنيه وتخرج الزكاة والميت يعني أمك الله يرحمها ليس عليها زكاة كما أخبرتني بذلك معنا وقت قديم لا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حينما تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم أنت الفائز قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة يبقى من الفائز بالله عليك ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة من الفائز من الفائز؟ أنت اللي محتاج سمعني بقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنا عايز كل اللي في الستوديو دلوقتي اللي سمعني وكل اللي أعده دم الشاشة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حديث الصحابي أبي رضي الله عنه أبي بن كعب قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي يعني أصلى عليك أدي يا رسول الله ففي نهاية الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول للنبي قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها قال له كل دعائي هيكون صلاة عليك يا رسول الله قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك وفي رواية ويقضى ذينك يعني كل ما تتطلبه ستناله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ما هو دليل قبول عملي أو طاعة في رمضان النبي عليه الصلاة والسلام ادلق قعدة القعدة دي غاية في الجمال إيه هي القعدة دي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله الله أكبر عايز تعرف ربنا سبحانه وتعالى إبل عملك ولا لا أو إبل طاعتك شوف أنت ما زلت على الطاعة ولا لا الحديث ده بقى بيوضح لك ده وده بيشجعنا أن احنا نصوم الست أيام من شهر شوال اللي احنا بنقول عليها الأيام الضيض ده دليل أن انت ما زلت على الطاعة لأن من سمرات الطاعة أنها تولد الطاعة من سمرات الطاعة استمرار الطاعة أن انت تكون في طاعة بعد رمضان قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله عايز أعرف عملي ربنا تقبل ولا لا عايز أعرف أنا ربنا أحبني ولا لا شوف أنت حالك إيه بعد شهر رمضان ربنا سبحانه وتعالى هيأك أن انت تصوم الست أيام من شهر شوال فده دليل على قبول الله عز وجل لك الحاجة اللي أنا نفسي أختم بيها اللقاء يا جماعة لو علمت أن أجى لك قد أتت يعني لو قيل لك أنك ستموت غدا أو بعد غدا ودي الحقيقة ماذا ستفعل هتعمل إيه الحسن البصري كان بشاع جنازة ورجع واحد جنبه فالحسن البصري بقول له ماذا لو عاد هذا إلى الدنيا ماذا يفعل قال يفعل ويفعل ويفعل قال كن أنت كذلك بيأعظوا بقى قال له كن أنت كذلك يعني خل الموعزة دي لنفسك لو أنت عرفت أن أنت هتموت بكرة أو بعض بكرة أو أنا هموت بكرة أو بعض بكرة هتعمل إيه هتتزود بالطاعة ولا لا هتتزود بالطاعة ولا لا هتكتهد في الطاعة ولا لا لو أنت علمت أن أجلك قد حان هتعمل إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان عايش حياته كلها كده في الحج بيقول للصحابة خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا واحدة جاء بتسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله بتسأله فقالت يا رسول الله إن جئتك ولم أجدك بتسأل النبي بتقول له لو جئت ولم أجدك من أسأل قال سلي أبا بكر ما زعلش النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنت بيتفوله على بي لا والنبي عليه الصلاة والسلام وهو بيرسل سيدنا معاز إلى اليمن وبيودعه قال يا معاز لعلك أنت مر بمسجدي هذا أو بقبري دايما كان ذكر الموت جماعة في خاطره قال أكثر من ذكر هذا من ذلك ذكر الموت أو الاكثر من ذكر الموت يجعل القلب القاسي يليل يجعل الأماني الطويلة تهون يجعل الإنسان لا يتنافس من أجل الدنيا لا يحمل حقدا ولا حسدا ولا غلا لأحد من المسلمين ليه؟ لأنه دايماً ذكر الموت في قلبه في باله شغله مجغول بالآخرة مجغول بالآخرة ذكر الموت هو هدفه فلذلك أيها الأحبة لابد أن ننشغل بالآخرة وما أعده الله عز وجل لنا في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني إيه؟ يعني كل ما رأته عينك الجنة أفضل منه وكل ما سمعت عنه الجنة أفضل منه وكل ما تتخيله وما لا تتخيله الجنة أفضل منه لماذا؟ لأنه صنع الله الدعاء؟ ولا معنا اتصال؟ اتصال اتصال تفضل والسلام سماع؟ أهل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله باقول لك يا سيك ممت حلمة اللي هي رزق صين والسي نظر السؤال مش واضح معلش السؤال تاني ممت حلمة اللي هي من رزق صين تمام كميلي طيب في اتصال تاني فلو كل واحد يا جماعة فكر فيما أعده الله عز وجل له في الجنة وما أعده الله عز وجل له في الجنة والله العظيم الدنيا هاتون عليه هاتون عليه جدا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه سيدنا عمر ورأى أن الحصير قد أثر في جنبه الشريف النبي عليه الصلاة والسلام نايم على الحصير والحصير يأثر في جسده صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بكى قال يا رسول الله كسر وكيسر ينامون على الحرير وأنت تنام على الحصير قال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الأخرة معنا اتصال سماحي فضالي حالو حيوة فضالي السلام عليكم سمعك يا فضالي أسمع سمعي سمعي لو سمحت يا فضالي إما نعادت أسأل أحملت لأن أنا بسألك في الأصل حامل تمام طيب الحاجزين اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازايك يا شيخ محمد يا مرحبا حاجزين معلش يا باشا احنا بنكلمك بس عشان احنا دلوقتي انا يعني بس اكلم رسالة للشيخ الازهر تمام دلوقتي عندي ثلاث ستة كبيرة أمي عندها سبعين سنة ابتخذ علاج والله العظيم ملاجه أفطر تقولك والله تاني ملاجه أفطر قدامنا على خمسمائة جنيه قالوا مليكش لا تستحق قدامنا على معاشر التقصد للقرامة قال لي لا تستحق دلوقتي الواحد مش عارف يعملية فانا عاوز رسالة بس للشيخ الازهر اقول لي يعني دلوقتي أمي معي ثلاثة عيال اعملية يعني نموت ولا نعملية بالضبط ما عليش أنا يوم مش وقت كلام بس أنا فضط بيا يعني مش قادر أعمل أي حاجة رسالتك وصل تحجزين وممكن يا جماعة يعني ممكن تسيب رقم تلفون حضرتك للكنترول وإن شاء الله ربنا يقدر كل خير ولو في أي حد يا جماعة من أهل الخير يحب تبرع للحجزين يعني ربنا يوس عليه وشيخ الازهر ربنا يحفظه ويحفظ الازهر الشريف ويحفظ مصر وأبناء مصر إنه على كل شيء قدير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عننا وعنكم هذه الغمة اللهم أمين يا رب معنا وقت طيب ممكن نخلي الوقت ذا للدعاء نختم بالدعاء نختم بالدعاء جمعا كذا إني داعي فأمنوا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم فرج هم المهمومين واكشف كرب المكروبين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعافي مبتلانا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وأن تتقبل منا دعاءنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم جعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم اعطك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترزقنا الفردوس الأعلى اللهم شفع فينا الصيام وشفع فينا القرآن وشفع فينا نبيك عليه الصلاة والسلام اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ارفع عن أمة نبيك محمد هذا البلاء اللهم احفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم صب على بلادنا وبلاد المسلمين الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من صخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اهد أولادنا اللهم اهد أولادنا اللهم اهد أولادنا وأولاد المسلمين وارزق كل أزواج المسلمين بالذرية الصالحة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونسألك حبك وحب من أحبك وحب أي عمل يقربنا إلى حبك اللهم شفع فينا القرآن وشفع فينا الصيام وشفع فينا كل عمل صالح يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يحظى بثواب ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن يفوز بفضلها واجعلنا ممن تعتق رقبته في هذه الليلة يا رب العالمين اللهم أعطي كل سائل سؤلة اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترزك كل فقير من فضلك اللهم أغني كل فقير من فضلك اللهم أغننا بفضلك عن من سواك وأكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم إنا نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترزقنا قبل الموت توبا وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته